متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وما زال سباق الذكاء الاصطناعي ما بين الشركات العملاقة مستمر النهاردة هنتكلم عن شركة جوجل والتحديث الجديد والإصدار الجديد لجيميناي 2.0 اللي تم إعلان عنه مؤخرا هذا الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع الرؤية الذي يستطيع أن يسمع أن تقدر تتواصل معي عبر الفيديو تقدر تتواصل معي عبر الأوديو يقدر أنه هو يخطط يقدر أنه هو يتذكر يقدر أنه هو يتخذ الإجراءات كل ده يقدر يعمله جيميناي 2.0 حتى لو حاليا مش كل حاجة تم الإعلان عنها بشكل في شفافية عالية ولكن تأكد أن هذه التحديثات سوف تكون موجودة حديثا ومتاحة قبل ما نروح نفكر نبص على الإصدار الأول من جيميناي 2.0 وهو جيميناي فلاش 2.0 وده أول إصدار تجريبي هنروح نجربه إن شاء الله في جوجل AI ستوديو واللي بيتفوق في حاجات كتيرة جدا منها الماث والكودينج والريزونينج هنروح نشوف المشروعين اللي أعلنوا عنهم جوجل وهو المشروع الأولي أو نموذج أولي لذكاء الاصطناعي الوكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي بيسموه AI agent وهو مشروع أسترا وهو مشروع مالتي موضل متعدد اللغات ونيتف كمان يعني ممكن هو يتفاعل معاك وبسهولة جدا ينتقل من لغة للغة ودي ميزة مشروع أستر تمسك الموبايل بتاعك تبتدي أن أنت تشغل فيديو تقف قدام حاجة معينة وتسأله الحاجة دي عبارة عن إيه يبتدي يتفاعل معاك بالنيتف لانجوش تبتتكلم إنجلش تتكلم فرنش تتكلم أي لغة تانية هو هيتفاعل معاك في الوقت الفعلي عشان يقدم لك المساعدة وده بالنسبة للمشروع أستر تاني مشروع وهو مشروع مارينار هذا المشروع إيه مستو؟ المستو إنه هو بيقدم مهمة معقدة ومهام كمان معقدة مش مهمة واحدة وده برضو عبارة عن AI agent بيبحث بيجمع المعلومات وبيقوم بعمليات مختلفة من خلال قدرته إنه هو يتحكم ويأكسس على الجهاز بتاعك بيعمل كل حاجة يعني بيعمل الحاجات المفروض البشر تعملها لو أنت عندك تطبيقات معينة ألعاب بتلعب ممكن يقدم لك استراتيجيات توصيات اختراحات ضمن البيئة الافتراضية أستعملية اللعب نفسه يقدر يساعدك في حياتك اليومية يفهم البيئات المادية سلسية الأبعاد حيساعدك في حاجات كتير جدا يعني أنت ممكن ما تتخيلهاش كل هذه الحاجات اللي بكلمك عنها من خلال المشروع أسترا من خلال المشروع التاني اللي بكلمك عنه هو مشروع مارينر فهنا بيكونوا باورد باي جيميناي 2.0 أول إصدار أعلنت عنه جوجل هو الإصدار جيميناي فلاش 2.0 وهذا الإصدار اللي النهاردة هنجربه مع بعض من خلال AI ستوديو أو جوجل AI ستوديو ونشوفه ونشوف إمكانياته أيضا لو رحت لي جيميناي في الخطة العادية ممكن أنت تلاقيه أيضا موجود قدامك تقدر أنك أنت تستخدمه 2.0 فلاش إكسبريمنتل ولكن أنا حروح لجوجل AI ستوديو علشان أقارن ما بين 2.0 فلاش إكسبريمنتل و 1.5 فلاش حننتقل بس بداية للبلغ الخاص بجوجل على جوجل ديب مايند واللي بيقارن فيه جيميناي 2.0 فلاش إكسبريمنتل بجيميناي 1.5 وجيميناي 1.5 فلاش زي ما إحنا شايفين إن جيميناي 2 Φلاش إكسبريمنتال حاليا هو متفوق بالنسبة للنسبة للجنرال الكيباتو بتاعته بشكل عام هو متفوق أكتر من جمناي 1.5 أو برو أوتو أو فلاش أوتو وأيضا بالنسبة للكود فهو متفوق عنهم الجزء المتعلق بالفاكتzwischen والكريكت suppost هو متفوق أيضا بالنسبة لي الماث أيضا هو أعلى منهم بالنسبة لي解 wearing ويهمنا جدا الريزونين وهو أيضا أعلى منهم بالنسبة للونج تيكست بالنسبة للونج تيكست هو أقل يعني بالنسبة للونج تيكست الامج البرفورمنس بتاوي أعلى الاوديو 39.2 تقريبا هو أعلى من جيميناي 1.5 فلاش أو 2 ولكن أقل من برو بحاجة بسيطة بالنسبة يتفوق في الفيديو الجزء المتعلق بالونج تيكست أعتقد أن الأوتبوت الخاص بجيميناي 2.0 8K أما بالنسبة للإيمبوت فهو فوق المليون على حد علمي حنشوف دلوقتي داخل جوجل AI ستوديو وهنا بس حبيت أوريك المقارنة الموجودة ما بين جيميناي 2.0 فلاش إكسبريمنتل 1.5 فلاش أو 2 يلا بينا نخش بوا جوجل AI ستوديو انتقلنا إلى جوجل AI ستوديو حروح أعمل كومبير فعشان أعمل كومبير حتى دي أدوس هنا الكومبير اللي حعمله حعمله ما بين 2.0 فلاش إكسبريمنتل وما بين جيميناي 1.5 فلاش حكتب سيمبل برومت أنا مش هحط system instructions هو من المفترض عشان نكون دقيقين أكتر من الأفضل إن أنا حط system instructions لو أنا عايزة أكتب academic essay مثلا أو عايزة أكتب article أو عايزة أكتب يعني content معين بشكل أكثر احترافية يفضل يتحط system instructions بس إحنا هنا مش هحط system instructions عشان الوقت هانا حبتدي إن أنا هنا أطلب منه على طول اللي أنا عايزة حبتدي بحاجة بسيطة خالص حبتدي إن أنا أقول له write an academic paper about how to use AI in academic research وحد وسران زي ما احنا شايفين جيميناي 2.0 فلاش experimental كان سريع جدا في الرد والإجابة وتقريبا قرب يخلص ولسه جيميناي 1.5 فلاش ما ابتداش ديني الإجابة وزي ما توقعت هو خلص بالفعل قبل ما جيميناي 1.5 فلاش ديني response أو نتيجة وإذا دلل هذا فيدل على الاستجابة السريعة لجيميناي 2.0 فلاش experimental وأيضا لو انت رجعت لكتابة الأكاديميك بيبر ستلاقي الابستراكت الانتروداكشن الكنتنت نفسه الأساسي الطبيكس الأساسية زي ما احنا شايفين جيميناي 2.0 فلاش experimental كان الرد بتاعه سريع واستكبته سريع جدا في كتابة الأكاديميك بيبر تعالى نشوف حاجة تانية طبعا برضو لازم نكون فاهمين ان جيميناي 2.0 فلاش experimental بيتعامل مع الفايل الملفات اللي بتعمل مع الاوديو بيتعامل مع الفيديو بيتعامل مع النص طبعا الحاجات دي كلها هو بيتعامل معيها تعاليني حاجة هعملها ان انا هبتدي اجربه في الماث تعالى كده اجربه في الماث وعمل run هما الاتنين تقريبا بدأوا يجاوبوا لكن انا شايفة سرعة جيميناي 2.0 فلاش experimental أسرع الاتنين اعطوني جابة واحدة ولكن قام جيميناي 2.0 فلاش experimental بشرح بتفصيل اكتر من جيميناي 1.5 فلاش الاتنين بدأوا مع بعض ولكن جيميناي 1.5 فلاش انتهى لانه هو جاوب الموضوع مش بالتفصيل اللي عطهولي جيميناي 2.0 فلاش experimental ولكن في الاخر الاتنين عطوني نفس الاجابة هبتدي اروح ليه كلود وجربه فيه كتابة الكود مش حقارن ما بينه ما بين حد انا هنا هبتدي اروح ليه جيميناي 2 فلاش experimental وحبتدي ان انا استخدمه فيه انشاء وان بيج ويبسايد زي ما بنتعود ان احنا يعني ان نجرب نمزج الذكاء الاصطناعي الجديدة هبتدي ان انا احط system instructions وحبتدي ان انا احط الطلب الشهير بتاع انشاء وان بيج ويبسايد اللي بجيبه من anthropic prompt library انا هنا غيرته info take for you ده اسم الموقع وحبتدي اقول له run ونشوف الكود على طول اشتغل على الكود بصراحة response بتاعه واستجابته سريعة جدا زي ما احنا شايفين شغال على الكود شايفين الاستجابة شايفين السرعة خلص خلاص الكود هبتدي ان انا اخد الكود وانتقل لي visual studio code علشان نجرب مع بعض الone page ويبسايد بصوا بقى انا عايزة ابهركم بصراحة بعد ما حطيت الكود visual studio code وابتديت ان انا اشوفه فهنا زي ما احنا شايفين ادي الone page ويبسايد لو تفتكروا كنا جربنا قبل كده هذا الامر مع النمازج سابقة ولكن بصوا هنا الجمال الخاص بالصف حلوان one page وابسايد زي ما احنا شايفين حطيلي ميديا في الbackground وآدي هنا الtabs وهنا feature the courses المفهود ان انت طبعا هتعدل الكلام ده داخل الكود علشان تزبطوا بما يتناسب مع الcontent بتاعك ومع محتوىك انا شايفة ان هو رائع زائد الجزء المتعلق بالسرعة العالية والاستجابة العالية ايضا جيد جدا في النتيجة اللي حصلت عليها شايفين هنا ده الجزء بتاع الjava script اللي بيتم فيه الحركة الخاصة بي expand your horizons لا فيه شغل فيه action يعني فيه one page وابسايد زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لي الجزء المتعلق بالكود جربناه في حل مسألة جربناه في الكود جربناه في الكتابة جربوا بقى انت بشكل عاملي في حاجات كتير ممكن نجربوا في حاجة تانية ممكن نقوله give me a list of ten words and ways m وهنا ممكن اقوله ten nouns اسامي وهنا هبتدي اقوله run ونشوف النتيجة اوكي اعطهم لي بسرعة جدا على طول عطاني الاجابة هنا عطاني ten nouns بينتهوا بحرف ال m علشان ما يدينيش مثلا افعال على سبيل المثال بالنسبة لي جيميناي 2.0 اللي جربناه النهاردة بشكل مجاني داخل جوجل اي ستوديو يعني اتمنى ان انتوا تجربوا بصراحة وممتاز وفيه بصراح حاجة جميلة جدا عجباني الجزء المتعلق بالكاميرا يعني هنا الكاميرا انت ممكن ان انت من الحاجات الحلوة ايضا الجزء المتعلق بالكاميرا ان انت مثلا ممكن هنا بتستخدم الكاميرا وتطلب منه انه هو الاناليسز المشهد ده فدي حاجة برضو من الحاجات الحلوة لكن مش هينفع ان انا استخدمها دلوقتي حاليا تقدروا انتوا تجربوها اتمنى تكون استفادتم من فيديو النهاردة واخدنا فكرة سريعة كده على جميناي 2.0 اتمنى طبعا يكون الجديد منه يكون مبهر اكتر ومفيد اكتر وخصوصا الجزء المتعلق بالأكسس او الكنترول اللي هيبقى على جهازك بحيث ان انت تقدر تخليه يقوم ببحث وشراء عملية شراء اونلاين والكلام ده كله دي هتبقى حاجة رائعة جدا ايضا الجزء المتعلق بي البروجيكت الخاص بان انت تروح لايف تفتح في مكان وتبتدي ان انت تقول اديني نبزع عن الحاجة دي اي 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 ويبتدي دي تفاصيل عنها بالنيتف لانجوش باللغة بتاعتك ويبتدي التنقل بين اللغات دي ايضا ممتازة جدا اشوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة انفو تك فوريو اتمنى كل اللي بنقدم يكون بيفيدكم وما تنسوش تدعمونا بالشير ولايك والكومنت لان ده فعلا بيدعمنا ويحفزنا ان احنا نقدم كل جديد وبيساعد ايضا الفيديو على الوصول لأكبر عدد من المهتمين بنفس المحتوى ولو كنت اول مرة تشوفنا لا تنساش تشير ولايك وكومنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته